صباح الخير عن جديد انا اكتر معه رح نحكي عن المنطقة ورح نفوت اكتر واكتر بالتفاصيل عن المهرجين فتفضل حكينا شوية عن عيندارة اول شي يصعد صباحكم يصعد صباحا المشاهدين اول شي بتشكر انه تلفزيون لبنان التلفزيون الرسمة الدولة اللي بنحبه و بنحترمه فتحنا مجال نحكي عن بلدتنا عيندارة كتير طويلة طوله اربعمية متر فيه شي تلاتين اربعين ستاند تقريبا اه ومع لو مع نشاطات فنية وترفيهية اللي بتكون بقلب المعرض اه هايدي شغلة هايدي النشاطات احنا بلشنا فيها منعروسة فيه بمهرجان الكراز كان كتير ناجح جدا جدا وعننا عملنا احتفال لعيد الجيش بالهواء الطالق كمان كان كتير ناجح وصار فيه نشاطات شهرية ترفيهية وتعليمية وعملنا اخر شي سهرنا يا صيف كانت كتير حلوة وهلا بمهرجان التفاح من الله ران مندعي كل اللبنانيين يحضروا لانه كتير مهم وكتير بديكون حلو وكل العالم بطم بسيط فاق يعني من مهرجان لمهرجان اكيد هالسنة هالسنة كان فيه كتير نشاطات بعيندارة والحمد لله بالرغم الظروف الصعبة عم ننقل بس من هالعالم بالرغم انه كل العالم من دقيقة وبقدرة الله راح تضلنا مكملين اذا الله اراد يعني العالم تنتر كمان شغل صغير الكرميل تغير جو وتنبسط صحيح وبعتقد البلديات والمناطق عم بتقوم بهذا الواجب والحمد لله عم قوم بدورنا بالرغم انه مش بتوفر الماديات بس والحمد لله ماشي حالنا اذا الله اراد اليوم عم نحكي عن مهرجان التفاح لسنة 2023 شو الهدف الاساسي لهالمهرجان هو الهدف الاساسي اول شغل هذا من زمان متما قلت انا تاريخي انا من عمل نحنا السمر الاساسيه بعيندارة وهي مصدر رزق لكتير فلاحين بعيندارة هو التفاح زوق اهمية كبيرة وعنا الكارس هاودي سمرتين كتير مهمين بعيندارة بيعطوا كتير مردود لكتير مزرعين هادي شغلة الثاني نحنا ما ننحد من هجرة من هجرة القرية الى الريف والزراعة بس اول زراعة كل امر عيندارة انت تكلع الزراعة هادي هالمهرجان انه منحيي هالالصمرة وبصير فيه تصريف انتاج لو شوي قليل مش هيك هي مش من مهمتنا من مهمت الدولة بس انه ببينبصوا المزرعين بكون هدية لانه هاك مهرجانيات والاكثر من هك انه العالم تتعرف عيندارة يعني العالم تطلب تتفرج على المنطقة وبذات الوقت بيكونوا المزارعين والمحليين كمان عم بيسرقوا هذا بالنسبة لمهرجان تفتاح يعني هلا عيندارة كل العالم تسمعها بالاخبار وكان لها ضجة كتير اعلامية بس للأسف عن التدمير البيئي صار بعيندارة من تدمير تليلة وجبالة يعني انت بتمرق مع عيندارة عيندارة موقعها هي وسط لبنان هي بوسط لبنان بتحد البقاء وبتحد المتن وبتحد الشوف ومنطقة كتير مهمة يعني كل اللي عم سمعت انه في تدمير بيئي وكسرات ومكسرات ومعمل موت ومعمل اسمنت اول شيء معمل اسمنت عم يتروش فيه اعلاميا ما فيه معمل اسمنت مع عيندارة موش احد خلي يعمل معمل اسمنت مع عيندارة اتنايل الكسرات صلى خمسة سنين واقفة الطبيعة تغيرت عيندارة كانت هي مستشفى مستشفى لأمراض الصدرية بس لمن اجي تكسرات ولوست شويت بيئتنا ولوست بيوتنا مش هيكسر في عنا امراض ولكن الهالة ده خمسة سنين تغير الوضع تغير الوضع صار الصجر تغير بعيندارة وكل شي تتغير عنا شغلة تاني كنا عملنا من قسة البيئة وعمل نسي اللي احنا وحمية ارض الشوفية هي قصة القطع الاشجار قطع الاشجار عندنا نحنا حراج كتير بشمالي عيندارة احراج كتير من السنديان وجميع انواع الصجر ولكن هلأ عملنا سستام حماية كتير مهم حتى انا نقاط مرائبة لهذا الموضوع وتقريبا حدانا كتير من هذا الموضوع هدا نحنا عصاعدنا سبلا لديت عيندارة وسديت صعيد محمية ارض الشوف يعني دايما منعرف وهلأ كمان نحنا وعم نحكي عم نشوف صور عم تقطع كمان عن المنطقة عم نشوف الاحراج طبعه والثروة الطبيعية كمان الموجودة بالمنطقة ومنعرف يعني حتى لو كان فيه كسارات مش بين ليلي وضحاها راح تتغير الوضع ورح ترجع لا لا والحمد لله انا اليوم عم بطبيعة عبروح عم نعمل نشاطات مشكلة احنا عملينا مشروع عملنا درب القمم مسيحة وفاق العشرين كيلومتر بيتصل ببار درب الجبل على سعيد لبنان كله طوله 400 كيلومتر والحمد لله عبينا كتير فرق رياضية عم بتعمل نشاطات بهذه المنطقة لا صار فيه تغير بيئة بتحس الشجرات تغيروا صار النبت تطلع صارت النبات تطلع عن جديد هادي شغلة كتير بغيرت طقس تغير الهوى تغير الماء تغيرت الحمد لله بها الخمسة سنين ولحنا لقدام اذا الله اراد اذا الله اراد هي بتبلش كمان من مطرح معين اكير بتبلش بالنقطة معين وبلشت النقطة وبلشت اليوم كمان تنرجع شوى لمهرجان التفاح وكمان مهرجان الكرز يعني رح نحكي هيك عالمهرجانات بشكل عام خبرنا شوى عن تاريخ المهرجانات خاصة انه قلتلي مش اول مرة بتنعمل وصل لهم زمان كيف شو فرقة النسخ القابل عن النسخة لكن مهرجان التفاح كان اخذ اهمية كبيرة لانه عيندارة كانت تتكل على التفاح بس هلأ صارت تتكل على الكرز كمان نفسش نفس المستوى ببقية الافوك التانية مهرجان التفاح سبلش من عيندارة سنة ثمانة وتسعين عندما بلشت بلدية كان المهرجان يتخلى له معارض بس بس مش بقلبسوا وبيتخلى له حفلات غنائية بالمطربين اللبنانية تاني مرحلة صارت بهالمهرجان انه صار فانحنا نقف على الطرقات ونوزع التفاح ونوزع منتجاته للعالم اكيد كله مجانا يعني وهلأ بلشنا بالمعارض بالمعارض المعارض هو تفاح ومنتوجات التفاح ومنتوجات يدوية ومنزلية انا بديقول شغلي بهالمدمار نحن او محمي تقرد نشوف صارنا اكتر من سنتين تقريبا عم نعمل محاضرات بقلب البلدية ودورات تدريبية للزراعة المستدامة وهيدي زراعة تعرف العالم كله هلأ بيفكر فيها يعني والحمد لله مش لهذا بالاضافة كمان عم نعمل دورات لنساء عين دارة تيتعلم ويعملوا مونة منتجات المنزلية بطريقة مرتبة تدلل النوعية الزيتة والطعم الزيتة وهلأ بالبلدية بصدد ووافق مزل البلدي مبدئيا على انه ما نفتح له مركز مطبخ بقلبه ومشغل لهذا الموضوع وقريبا جدا بده يطلع نطين بس النظام النظام طبعوله والإدارة طبعوله وقريبا بده يباليش هدا مشغل بصير فيه تنسيق بين الانتاج والعام والتصنيع وبتكون بزيت الوقت كمان عم بتفيد العالم يعني صناعة محلية موظف صرنا شعش سنين تقريبا عن درجة لسبيل عهده اجيت الأحداث هملت العالم البساتين أو جنيناتها هلأ اكل العالم على التجارة جدي للبساتين وجدي للزراع عليهم لأنه في نتيجة فيها وليهم عبي يأكلوا الأكل الصحي لأنه الأكل غير مزروعات ما فيه أكل صحي بدي مرق شغل صغيري هون إذا بتسمح لي يعني سيدنا مانا من الدولة مانا من الدولة خاصة وزارة الزراعة وكل الوزارات يكون في دعم لهالمزرعين فهو تيبقوا بضياء الشغلة الثانية والأهم بدي أقولها وكتير مهمة هالصيدلات الزراعية اللي عبتصير عبتقدم مواد فيس دي وأدوية فيس دي وأسمة دي فيس دي مانا كتير مرائبة مشددة دي بهذا الموضوع عن كان على حدود أو كمان يروحوا ويعملوا مدهمات هالصيدليات بالمواد أو اللي عب يقدموها للمزرعين لأنه أنا أنا شخصيا كنت عندي مزرعية سينية بس ركت متازع البندورة والخضرة وكله أنا شخصيا صايرة معي وبنفسي بنفسي بنفسي مع المزرعين كله أكيد يعني نحنا منعرف الثروة الزراعية بلبنان قدي مهمة وقدي كتير عالم تستفيد منها محليا وعالميا كمان ومنعرف أنه حيلا شي منحطه بالأرض بيرجع لنا بالأكل اللي عم ناكله إذا منتزع المحصول يعني الأرض بالطعمية هوليك شغلة بالطعميك خير بنقادة بالطعمية هوليك شغلة بالطعميك غرشي نعم نعم وهنا بنرجع كمان للزراعة المستدامة اللي هي على المدى الطويل إذا نزعنا الأرض هلا ما بقى رح يطلع فيها محصول والله لاك نحنا ومحمية قد نشوف هدا الموضوع مركزين هدا هدفنا الأساسي هدفنا الأساسي هي حماية الغبات حماية الجبال نحنا المحمية بجدية عم يشتغل الموضوع وفيه وقت يعني فيه دورات فيه شغل فيه مراكز مراقبة فيه تعب فيه تعب يومي فيه تعب يومي مجهود يومي وبالفعل مبلشين مجهود يومي اللي يمكن عم نحكي بهذه المقابلة بس خلي يعرف المستمع أنه نحنا عم نعمل مجهود يومي تنرجع غاباتنا ونرجع أراضينا ونرجع زراعة على البنان بالطريقة الصحيحة والمضبوطة وبذات الوقت الانتاج يطلع من الزراعة كمان نحنا نصنعه ونورده والعالم تستفيد منه نظبوط احنا بندعيهم لكل أهل البناء يجوا لعين دورة مية بالمية وأكيد إذا شخص مزارع واحد استفيد كل البلد بيستفيد لأنهم نعرف المنتج عم بيكون محلة والحمد لله لك بالمنطق فوق كل القرى وخاصة بالقرى التابعة للمحمية قد تشوف هالإشياء كله عبصير ما عبصير بالضيعة عنا عبصير بكل الضيعة وهذا الشكل يمنح عطول فيه مراجنات في معارض للزراعة في معارض للمنتجات الزراعية مصبوط أنا بدي ركز شغلي إذا بتسمح لي نحن بقى عند دورة بكل مناسباتنا وكتير مهمة هاي بقى عند دورة إنه المناسباتنا هي أكبر شغلة أو أكبر نتيجة تعطينا على التضامن بين أهل الضيعة هذا التضامن شغلي كتير كبير وهذا التضامن بش بس انتقل على المهرجانات والبسمة الحلوة اللي بين بعضنا كمان أكيد التضامن الاجتماعي أطراح والأطراح نحضر مع بعضنا التضامن صار بالمجابهة لحماية عين دورة حمايناها نحن منشي 3-4 سنين كنو من 5-6 سنين كنو بدو يعملوا مكب زبالي بجبال عين دورة عين دورة جبالة على أكبر خزان ماء بشر الأوسط بيمتد من عين دورة لجزين كيف تحط زبالي على قابل؟ هذا بيأثر كمان على الماء ناين بدك تحط معامل وتكسير الجبال وتشيل الإشفة البرانية كيفك تحمي كمان هالماء أهلا عين دورة وقفوا وقفي وحدة ضد زبالة وقفوا وقفي وحدة ضد الكسرات وقفوا وقفي وحدة ضد معمل الموطة ومعمل الاسمنت اللي عابق يرويجوا الإعلام وهم مش موجود وهذا اللي خلى المنطقة هلأ ترجع لسبق عهدا مش بس نحن أولاد عين دورة معلاش شيء أنا بتشكر قرية الجوار كان بالبقاء من قبل ياس وكان القرية الجوار حولينا كانوا يكونوا موجودين معنا كمان بتشكروا لانا أكيد وهذا الحلو باللبنان لما يتعلق بأرضه عن جد بدافع عنا للنهائي صحيح ودائما لما نشوف جهة معنية مثل بلدية مثل غير مؤسسة كمان عم تعطلها هالمنطقة وعم تعطلها هالأرض نتعلق فيها أكتر يمكن فهذا الشيء كتير حلوه إن شاء الله المزارعين يكونوا كمان شوي شوي عم بيتعلقوا بأرضه والحمد لله في تجاربه في تضامن بهذا الموضوع حضرت العميد لما نحكي كمان عن عيندارة وشفنا الصور مناظر حلوة طبيعية رائعة خبرنا عن الواقع السياحة لهالمنطقة وشفنا بالفترة الأخيرة السياحة كانت تتاج باللبنان وكتير فعالة كيف كان الوضع السياحة بالمنطقة؟ لكن إحنا عيندارة بيقولك سابقاً كانت بلد الصياف وكان العلم تأجير بيوتها هلأ صارت فيه هجرة بسبب الأحداث مطابر رزق على المدينة هلأ العلم عبترجع صاريت وتقريباً إحنا بالسياحة عنا صار فيه مشاريع كتير بعيندارة بيأجروا مثل فراية يعني مظبوط شريات أو هايدي كتير ناشطة بعيندارة حتى في بيوت طبيعية من الطراب ومن الخيام عم تتأجر بعيندارة بلي باتيد أحلى من البيوت الجديدة مش عم بس عصايد للبنان عم بيجي من الخارج لعيندارة وبيجي بكميات هايدي شغلة كتير منيحة نحنا عم نقول رجاءة بدي كرر حديثي عم نقول إنه عيندارة بطل للكسرات بنيدعي العالم يطلعوا عيندارة عيندارة صارت المياه العزبة الهوى الطائق الحلو المناظر الحلوة مثل من أنتم شفتوا على التلفزيون مناظر عيندارة من هيك عم نقول إن عيندارة رجعت لطبيعتها ورجعت صارت مستشفى للأمراض الصدرية وخاصة الربو وأمراض السل نحنا فيه مستشفى للأمراض السل أحدود عيندارة هي كانت بتنعمل عيندارة مسحة العزونية أحدود الضيعة نغري يعني هدا بستشفى خلينا نركز على الأشياء الإيجابية ما بقى نحكي عن الكسارات ومعمل الإسمنت نركز على الأشياء لا أنا بعدها هيك الفكرة موجودة مما بتشوف بيقلك خلينا بطل بكسارات بحيندارة أوكي ده وقت مناخد فكرة أو منضل لا ما هذه بدي خلي الفكرة غتتغير أنا مظبوط وأنا ممنونك إنه فلحت اللي ما جاء ليحكي هالحكي ولو أكيد وبعدها بالنهاية في عالم يمكن عبالة تعرف ولازم تعرف كمان يمكن أخذ فكرة غلط لا حمد الله حمد الله بلشنا نحنا نحنا وقالله بمحطتكم الكريمة راح توصر رسالة لكل العالم ونحنا نطرينو نحنا أكيد مع مع الطبيعة لأنه الطبيعة بتشبع الكل إذا الله راد يعني بمهرجان التفاح نهار الأحد كمان في مشا على درب القمم بالمنطقة خبرنا أكتر كمان عن هيدا الدرب مظبوط نحنا عملنا الدرب صارنا تقريبا لشي سنتين كانت فكرة سابقة والحمد لله إجت محمية أدرشوف وإجت ساعدتني هذه الفكرة كانت كتير قديمة عبتوردني أنا والحمد لله إجت محمية أدرشوف وبدأت ساعدني بهالدرب خلصنا هذا الدرب هو الدرب وإيقانية عن تلال بمرق بتلال عين دارة بمرق بغيبات عين دارة هذه التلال بس تمرق عليها في شغلة كتير مهمة ومميزة فيها المميز فيها مشايك كل محمية أدرشوف شو حلو من المهرين لآخر أهدود محمية أدرشوف يعني هنو عالدرب هنو عالدرب مش بس بيعملوا هايكينج وبتفرجوا على الطبيعة بيشوفوا كمان المحمية هدا هادي كتير مميزة حلوة بعد الدارة بالإضافة لكل التلالي شوفوا لكل التلالي شوفوا للمنطقة كلها بتبين عليها هالطريقة كنتنا عم نشوف صور كمان بعتي قد كان في جروب هايكينج عم نشوف صور كمان بديوا اتمنى لكم عنكم الكاميرا فاقوا تصور اذا الله راد مهرجان الكرس كمان كان تقريبا في خمس تلاف شخص موجود فيه فتنشوف مهرجان التفاح كمان إن شاء الله خمس تلاف كرس وكان نسبة البايع تسعة لعشرة هايدي كل آخر المعراض بتعملوا تقرير محمية أدرشوف يعني عم مش عاب بحكي أنا هكيد نعرف أداء كمان العالم بتحب المنتجات المحلية اللي بيكونوا عنينا الأشخاص بالبيت يلا إن شاء الله إن شاء الله يعني ما عملناك كمان خمس مهرجان الكرس وأحسن مهرجان التفاح إن شاء الله كمان اليوم حضرت العميد عم نحكي عن عدة نشاطات تتخلى للمهرجان مش بس المشي ومش بس المنتجات في عندكم كمان نشاطات ترفيهية خبرنا أكتر عني شو بيتخلى للمهرجان نحنا بيبلش أول شيء بتمرين المشي الإفستاحية تبعى المعرض أو المهرجان الساعة 11 المشي بيبلش من تمثال السايدة أو كليسة الإجرية المعملانية وبيلف على تلال عيندارة وبيوصل على تقريبا على كليسة السايدة هذا المشي مسيحته تقريبا طوله 11 كيلومتر عفواً يعني الشغلة الثانية 11 كيلومتر بينمشوا يعني أبو ساعة ونصف أكتر منك فيش تشي ما بدك فيك تمشي يعني في مسافات هاي 33 مليون متر على مسيحة عيندارة هلأ الشغلة الثانية بده خلال بعد الإستاح بده تكون في عرض موسيقي عرض موسيقي هذا تقريباً فترة الضهر بنستريح لفترة بعض الضهر فترة بعض الضهر عنا أول شغلة كمان عرض موسيقي بعض العرض موسيقي بيجي إستعراض لدرجات نارية إستعراض لدرجات نارية بكل المعارض بعض إستعراض لدرجات نارية بده يصير فيه لوحات رأس كتير حلوة ومهمة لفرق بده تعملها كله محلي كل الأشخاص اللي عم بيشاركوا كمان محليين يعني منروح منتعرف على المنطقة على سقافة المنطقة وكمان على المنتجات الموجودة في المنطقة فيها لوحات فنية وبزيط الوقت المنتجات ومناظر عيندارة ثلاث إشياء لكان الأحد بسبعتاش أيلول إذا أراد يوم الأحد بسبعتاش أيلول بيبلش المهرجان الصاح داعش أهلا وسهلا بالجميع وعلى وسهلا فيكون أكيد إذا أرادة فكل الأشخاص اللي عابلها تغير جو نهار لأحد تتواجهها عيندارة في كل شي إن شاء الله يا رب لكل الأشخاص كمان اليوم حضرت العميد بس نحكي عن البلديات منعرف إنه البلديات عم بيقوموا بمبادرات لحالهم بدون أي جهات معنية من الدولة أو عامة كمان يكونوا عم بيحصنوا المنطقة وعم بيحصنوا إن كان الثقافة البيئة والعديد من الأشياء الموجودة بالمنطقة كمان مهرجانات أحدى هول الأشياء شو النشاطات الأخرى اللي عم تقوم فيها البلدية نحنا فعلنا نشاطات أول شي هلأ بالنسبة للوضع المادي صراحة ما فيش أي مشاريع أكتر شي عم فينا نقدر نخدم الموظفين ونخدم قلياتنا ونخدم الضائعة من أكيد نفايات وإذا فيه تصليحات وكذا على نشاطات البيئة الشتوية يعني فيه كتير مناسبات نحنا كل مناسبة أكيد بيكون إلا نضيطها من عمال عيد الأمهات عيد الميلاد عيد العطحة كل هالعياد هذه كلها البلدية بتقدم مش عقلة منتو النشاط قلتلك عنه بالنسبة للمركز المطبخ اللي بنا نعمل للنسوات هذا كتير نشاط مهم كتير نشاط وعم نحاول كمان إذا فينا نعم التعاونية الزراعية لأن التعاونية الزراعية بصير في عنا علاقة أو بكون المزارعين كمان عندهم والناس اللي بدأت تدعم الزراع هذا مبدئيا وإذا إجاء مصاري أكيد في مشارعات أكيد أكيد هي دايما يعني في عنا محل معي اللي يجب يكون متركز هل أكيد في عنا شوية التعايدات الإدارية لو بيطبقوا الطائف وبتصير أنه مركزية القصة بصير عار واضع عكتير عم نتعب بالتعايدات الإدارية هلأ اسم الله عليكم عم بتقوموا بشغل كتير حلو ودايما يعني العالم ما كله قولوا البلديات ما كل شيء بقولوا على البلديات مظبوط والحمد لله ماشي حالنا العالم بتحس حالة بأمان لما تشوف كمان البلدية معنية وعم تهتم أكتر وأكتر بالمنطقة بدي أشكر وجودك معنا حضرة العميد المتقاعد مارون بدر رئيس بلدية عين دارة إن شاء الله بكل التوفيق له المهرجان وكل النشاطات اللي بتقوموا فيه ويعطيكم ألف عافية لكل عاملين كمان بالبلدية ومنوجه تحية كتير كبيرة لكل سكان عين دارة والمقيمين كمان حوالي والمناطق المجاورة إلا أنا بتشكل تلفزيون لبنان بشائكي وبقولوا للشعب اللبناني أهل وصلاة فيكم مع عين دارة تعاووا على الطبيعة تعاووا على الطقس الحلو تعاووا على المهرجان الحلو يوم الأحد بسبعة عشر أيلول ساعة عشر إذا ألا راد صبحياتنا بتتابع ولكن بعد فاصل أصير